أفدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية باستهداف سيارة حسين الماسي قائد كتيبة سلمان الفارسي القيادي في الحرس التوري الإيراني وذلك بإطلاق نار أدى لمقتل حارسه وقال المصدر إن الحارس الشخصي لقائد الكتيبة محمود أبسلان خطل خلال الهجوم على الموكب مضيفة أنه تم القبض على منفذ الهجوم فيما أفدت مواقع إخبارية إيرانية أن الماسي أصيب بجروح خطرة هذا نفت وكالة أنباء تسنيم صحة خبر الإصابة